نباتات مهددة بالانقراض الحلقة 11 العنوان أزمة النخلة لانتحارية المهددة بالانقراض مقدمة في النسيج الواسع للأنظمة البيئية للأرض نجد العديد من الأنواع النباتية والحيوانية التي تواجه خطر الانقراض بسبب الأنشطة البشرية ومن بين هذه الأنواع تبرز النخلة الانتحارية المهددة بالانقراض الاسم العلمي فينيكس ديسبيراتوس كرمز للحاجة الملحة لجهود الحفاظ عليها نبات النخلة الانتحارية هو نوع نادر من النباتات يوجد في بعض المناطق الاستوائية يقال إنه يتمتع بالقدرة على تغيير لون أوراقه إلى الأصفر ثم يقوم بإسقاطها في فصل الخريف بما جعله يحصل على هذا الاسم الفكاهي وبالطبع هذا النوع من النباتات لا يملك القدرة على التفكير أو اتخاذ القرارات وهي مجرد مزحة تستخدم في الحديث الشعبي تعونا نتعمق في عالم النخلة الانتحارية الرائع وأهميتها البيئية والمخاطر الحالية والحلول الممكنة للحفاظ على هذه الأنواع الفريدة للأجيال القادمة نظرة عامة على النخلة الانتحارية النخلة الانتحارية هي نوع من الأشجار الشاهقة موطنها الأصلي الغابات المطيرة في غرب أفريقيا تشتهر بأوراقها المميزة على شكل مروحة وجدعها النحيل ويصل ارتفاعها إلى خمس قدما بفضل حضورها المهيدي، تلعب النخلة الانتحارية دوراً حيوياً في توفير المأوى والغذاء لعدد كبير من الحيوانات والحشرات وبالتالي تعمل كنوع أساسي داخل نظامها البيئي تهديدات لوجودها لسوء الحظ، تواجه النخلة الانتحارية تهديدات كبيرة دفعتها إلى حافة الانقراض تشكل الأنشطة البشرية، مثل إزالة الغابات وقطع الأشجار غير القانوني وتدمير الموائل، مخاطر كبيرة على بقاء هذا النوع بالإضافة إلى ذلك، فإن زحف الزراعة والتحضر وتغير المناخ يزيب من تفاقم وجودها الهشي الأهمية البيئية يعد بقاء النخلة الانتحارية أمراً بالغ الأهمية ليس فقط لأنواعها الخاصة، ولكن إيضاً للحفاظ على الصحة العامة للنظام البيئي توفر أوراق الشجرة الكبيرة الظل وتحافظ على رطوبة التربة، ممن يخلق مناخاً محلياً مناسباً لنمو أنواع النباتات الأخرى تجذب دورة ازدهارها وإثمارها الملقحات وآكلات الفواكه، ممن يضمن تشطت البذور ويساهم في التنوع البيولوجي للغابات المطيرة خاتمة من الحفاظ على التنوع البيولوجي، وضمان رفاهية الكائنات الحية الأخرى، ودعم خدمات النظام البيئي الحيوية ومن خلال اتخاذ إجراءات فورية من خلال تدابير الحفظ، يمكننا أن نسعى جاهدين لحماية النخلة الانتحارية ومنع خسارتها المأساوية من كوكبنا وتذكر أننا نتحمل مسؤولية مشتركة لحماية العالم الطبيعي الذي نعيش فيه والحفاظ عليه، ومن خلال حماية الأنواع مثل النخلة الانتحارية، يمكننا تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر